بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين الإراية اللي قرناها النهاردة هي الاحتفال اللي حضر رب المجد يسوع المسيح وكان عمله بيت العاذر عملته مريم ممرثة كنوع من أنواع العزومة بعد قيامة أخوهم العاذر والموضوع أن حصلت أنتوا زي ما سمعتوا في الإراية أن مريم جات وكسرت قرورة تمانها غالي قوي قوي حوالي 300 دينار وبعدين غسلت رجلين السيد المسيح وبشعر رأسها نشفتها وابتدى يحصل أن يهوزة قال إيه وبعدين الكتابلوسين جم عملوا إيه واليهود اللي راح يتفرجوا على العذر ده ملخص الإراية من خلال الإراية دي عاوز أتكلم مع حضراتكم على موضوع عنوانه ردود الأفعال عنوان موضوع إيه؟ ردود الأفعال ليه نتكلم على ردود الأفعال؟ وإيه هي ردود الأفعال؟ لو كل ناس شغلها سؤال هو ربنا هيحسبنا على إيه؟ ربنا هيحسبنا على إيه؟ أنا هقول لكم عنوان صغير تحتيه كل حاجة تحتيه كل حاجة يعني واحد يقول لي نقاوة القلب، هقول له، هذا تحت العنوان الذي سأقوله، واحد يقول لي عن지 عن المحبة، هذا تحت العنوان الذي سأقوله، إيه الفضائل؟ تحت العنوان الذي سأقوله ربنا هيحسبنا على خطيرة التنين ما بعده؟ الأفعال dokładذ عاوم بتعمل الأفعال episكار الافعال idal الافعال وردود الافعال يعني ايه هالكلام ده؟ يمكن ما سنعنهوش قبل كده ربنا هيحسبنا على الافعال يعني الانسان في حياته بيعمل تصرفين تصرف بفعل ارادي وتصرف رد فعل قدام حدث يبقى انا كل تصرفاتي في الحياة عبارة عن فعل وصباح الخير يعني انا لو قمت الصبح وقلت لحضرتك صباح الخير ده اسمه ايه وانت رضيت علي صباح النور ده اسمه ايه رد فعل اهل حياة كلها اللي هنتحاسب عليها عبارة عن افعال وردود افعال الافعال يعني الافعال الاراضية يعني انا النهاردة ايم عمل خطة في اليومي هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا قد يكون خير او قد يكون شر او قد لا يكون خير وشر النراح الشكر وردود الافعال عبارة عن ايه واحد مثلا استفزت طولت بالي ولا قطته ولا نقرته ولا كتمت وكلمت عليه وشهرت به هي دي اسمها ردود الافعال فالافعال قد تحوي فضائل وخطايا وردود الافعال تحوي فضائل وخطايا يعني انا لما احتمل واحد بهني ده رد فعل بس رد فعل ايه فضيلة انا لما اروح مايكونش بجيبي عشرة جنيه وديها الواحد محتاج اكتر مني وامشي تلات محطات على رجليه عشان ده محتاج ده اسمه فعل يبقى انا بتحاسب على ايه الافعال وردود الافعال سهل ولا صعب تهلي سهل او مش محتاجها ابدا امثلة تانية يبقى كلنا هنتحاسب على ايه الافعال وردود الافعال النهاردة بقى هتكلم على ردود الافعال بس هتكلم على ردود الافعال عندنا كذا موقف في القرية بتاعت النهاردة اسمحولي هتكلم على كل موقف كرد فعل ونقيمه مع بعض اقول تصرف هو تصرف مريم اخت العادر انها جابت ازاز الطيب 8300 دينار احنا عارفين ان العامل البسيط اللي بيشتغل باليومية كانت اجرته على 8 ساعات شغل دينار ف300 دينار يعني انا معرفش العامل دلوقتي اللي بيجيبوه من 7 عمرات عشان يهض حيطة ولا يشيل شوية كراكيب لو اشتغل 8 ساعات ياخد كامل مشارة تقليمية يمكن انا معرفش اكتر اوكي انا افترض انها مية عشان نسهل الموضوع فلما نقول مية في 300 ده كتير قوي يعني الازازة دي تعملها غالي قوي 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 لانا بنقارن نسبة بنسبة يعني اجرت عامل لمدة 300 يوم ده كان تام الازازة اول رد فعل عملته مريم انها ده مش فعل ده رد فعل اما للفعل فين حد كده شاغل دماغه الفعل فين الفعل فين لا الفعل ان المسيح قوم اخوها فرد فعل مريم حاجة اسمه الامتنان او العرفان بالجنيل او بتقدم شكر الربين يبقى اول رد فعل هو رد فعل الامتنان اللي تعلمنا انا ما استخسرتش في المسيح وجابت للمسيح اغلى حاجة حتة دي نقطة محتاجة افكر فيها شوي انا كل يوم بقول ربنا صانع الخيرات وكل يوم اختبرت في حياتي ربنا ساتر علي قد ايه عارفيني الشباب اللي طالع اللي بيتجوز ده كله بتحصل مع معجزات وخاصة الفئة المتوسطة والفوق المتوسطة بالعقل والورقة والألم والأسعار المفروض كله يترهبن ما عندهم شو اوبشن أرخص ويعني مش هي لكن الناس لسه بتتجوز طب بتتجوز ازاي دي معجزات يومي ففي ناس احنا كلنا غرقانين بعمل ربنا في حياتنا في ناس بتشكر وفي ناس ما بتشكرش فرد الفعل بتاع ماريام يعلمني أنا وانتم ازاي الانسان يكون عنده شكر يعبر عن حب ربنا بانه يقدم هدايا عايز اقول لكم حاجة انتوا عارفين الصوم اللي احنا صايمينه ده لو خال من حب المسيح صار صوما مرفوضا سيبوكوا بقى من الكلام اللي بنقوله وصوم اللسان وصوم القلب وصوم الفكر ومش صوم الاكل وصوم مش عارفين كل ده انت حافظينه لا 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 الاية بتقول انقدم الانسان كله صاروا ببيته بدل المحبة تحتقر احتقارا علشان كده لازم نعلم ولادنا ان اللي بنحبه بنقدم له هدية فانت لما بتصوم وتحرم نفسك من شوكولتاية حتى لو لسه لازم تاكل بيض ولبن عشان انت صغير سبع سنين انك امتنعت عن الشوكولاتا علشان قدمت الشوكولاتا دي هدية حب للمسيح كده ولادنا يحبوا الصوم لان ان صوم مبقاش ممارسة الصوم بقت حب الربنا واختيين بالكو عايز اقول ليه يبقى اول معلومة او اول درسة او اول رد فعل هو رد فعل الشكر للعمله حس انها مديونة ربنا قوي تعبير عن الشكر وتعبير احنا كلنا نرجو الله عندما نكون في مذلة وعندما يتمجد الله نشكره بكلمات قليلة جد انا فاكر مرة زمان 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 قبل ما تتعامل القدسات اليومية في الكنيسة كان زمان في حاجة اسمها قدسات مناسبات يعني اللي عنده اربعين يحجز قب كهن ويحجز وقت للاربعين بتاع المرحوم كانوا بيسموها قدسات خاصة فكنت اوقات احب اعرف ايه القدسات الخاصة كان فيه بسكرتاريا كده دفتر يكتب فيه قدس المرحوم فلان الفلاني ومين القبل كان اللي هيصليه كان عادة كله بيوم جمعة بعد احداشر او بعد اتناشر فانا بقلب في الاجندة بقلب في الاجندة لقيت ذكرى المرحوم فلان ذكرى المرحوم فلان ذكرى المرحوم وبعدين لقيت حاجة غريبة قوي قدس شكر ومكتوب كده فلان الفلاني فلان الفلاني ده انا عارف انه خادم وبعدين عارف ابونا اللي هيصلي القدس فانا رحتولي قلتوله يا عدد قدس شكر قال لي اصل الاستاذ فلان متعود ان ولاده كل ما ينجحه لازم يقدم تقدمة شكر ربنا يقدم حاجات معينة عينية ويجي هو كل اسرة بيته يصلي قدس شكر لله على الصنيع اللي عملوا معاه على فكرة لها اساس في العهد القديم زبيحة كانت اسمها زبيحة السلامة ان الانسان يروح لربنا عشان يقدم ليه زبيحة شكر يا ترى احنا بنشكر ربنا قد ايه ويا ترى لما بنقدم لربنا بنقدم له طيب كثير الثمن ولا بنقدم له هلهيل مرة من مرات احد الاباء في المهجر قال لي طلب من الشعب بتاع الكنيسة بتاعه ان نص مصر فيها ناس مش لقى يعني مش لقى فلو سمحتم احنا هنعمل ثلاث بلات البلد يعبار عن شوال بس عريض قوي وعالي قوي وهنشحنهم بالبحر مش بالطيران يوصلوا لمصر ما يوصلوا فاحنا دلوقتي بنشحن في يناير عشان يوصلوا لهم على عيد الايامة في ابريل حاجة زي كده ابونا بيحكيلي بقول اللقباط هم اللقباط اتمالت البلد دولة في ثلاث ايام انا جبت جلسة شوية خادمات يفرزوا عشان يطقموا يكيسوا يعملوا مكوى يغسلوا عشان حاجة تروح نضيفة برضو وطبعا لبس هناك لبس نضيف قال لي تفتكر إيه لي لأنها في البلد واحدة مقدمة فاردة صندل صوروا يعني واحدة طب ما ترميها في الزبالة يعني انت بعتها ليه هنا للكنيسة وناس تانية بعتها امصان دايبة امصان ملسوعة في معمل مش عارف مين لبس مكرمش ايه ده معقولة كده هو احنا لما نقدم لربنا نقدم له أحسن ما عندنا ولا أسوأ ما عندنا فمريم كان رد فعلها رد إيجابي بتقدم زبيحة شكر بأغلى ما عندها لربنا اللي عمل معها صنيع احنا ربنا بيعمل معنا كتير قوي طب احنا بنقدم له ايه؟ هو ده السؤال بولس الرسول ايه اللي خلى بولس الرسول بيلف أوروبا وآسيا وكرز أكتر من أي تلميس تاني عارفين ايه؟ إحساسه بالدين إحساسه أنه مديون بحياته لله إحساسه أنه في يوم الأيام كان يجدف على كنيسة الله بجهل لكن الله رحمه فحس أنه مديون أكتر من أي حد تاني عشان كده لوحده كتب أربعتاشر سفر من سبعة وعشرين سفر في العهد الجديد يبقى الدرس الأولاني الفعل الأولاني اسمه رد فعل ليه؟ الشكر والإمتنان أشكر ربنا كل يوم من قلبك على اللي انت فيه إن شاء الله حتى على الصحة إن شاء الله على النفس اللي انت بتتنفسه لأن فيه ناس عندها فشل راقوي مش عارفة تتنفسه على أي حاجة على الحمام اللي انت بتعمله لأن فيه ناس عندها انحصار وعندها في الحال مش عارف حصه فيه حاجات كتير قوي أشكر 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 على قد ما تقدر يبقى أول رد فعل هو رد فعل اسمه إيه؟ الإمتنان أو الشكر تاني واحد رد فعله كان يهوزة وده رد فعل سخيف بصراحة ده اسمه بقى إيه؟ الإدانة المستترة بالغيرة الإدانة المستترة بالغيرة يعني الإدانة المستترة بالغيرة هي جات قدمت الطيب ده يهوزة قال إيه؟ يا خبرة بيد ده ب300 دينار مش كان الفقرة أولى كأنه بيغير على مين؟ على الفقرة وكأنه بيغير على مين؟ على بيت ربنا إيه السفع اللي الناس بتعمله ده؟ ده سفع ده سفع إيه اللي انتوا بتعمله ده؟ تجيبوا رخام ما عرفش معشق ولا ما عرفش بيسموه إيه المرسوم ده؟ ولا ما عرفش إيه؟ بتجيبوا مش عارف إيه؟ بتجيبوا إيه؟ بتجيبوا إيه؟ والها؟ المسيحة إيه بالبساطة؟ في ناس كده ما عجبهاش العاجم طول ما هي ماشية تنقد والدين يقول لك أصلي غيرت بيتك أكلتني هو النون أهم إخوة أنا حكيت لكم الحكاية دي عشر مرات تبلي كده وحكيها المرة الحداشر لو تفتكروا مصر الكنيسة بتاعت ماري مرقص القديمة كانت الحضان بتاعتها الرخام القديم مش الرخام، الحجر القديم فاتنقر اتنقر وابتدى يعاشعش فيه العنكبوت فواحد جه قال لي يا بونا كنت أنا لسه كان جديد ما بلش تلس سنين قال لي يا بونا دي ماري مرقص دي ماري مرقص حجر قديم لو تفتكروا زي ما ابنيه من الكنيسة واكس معمولة حيطة قبل الرخام ده اللي وصل للشبابيك دير ما يدور الكنيسة فقال لي يا بونا حللني ما نفعش كده قلت له بس الكنيسة فلوسها مش كتير إنها هتركب رخام قال لي أنا هقوم بيها الراجل ما كدبش خبر في شهر جاب الرخام والجبس والأسمنت وكل حاجة والناس بتعجلخ والناس اللي بتقول مهم رح مركب كل الرخام على حسابه نشكر ربنا واحد تاني بقى اصددني قال لي يا ابونا ايه اللي بيحصل في الكنيسة يا ابونا قلت له قال لي دير ما يدور بيركبوا رخام قلت له اه واحد بيركب رخام قال لي هم الفقرة شبعوا خلاص هي الناس خلاص كلها لقيت شؤق ولو اتقض ولو اتلحمه علشان تجيبوا رخام ربنا ما يرفش معها ما يفرقش معها البيت بتاعه كان رخام ولا مش رخام قلت له الحقيقة انا ملاش داعوا الكنيسة ما دفعتش مليم ده واحد من جيبه وماله الحر قال ان بيت ربنا ما ينفعش قال لي انت وكبككه انت وبخه انت وكبككه انت هزقه 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 هزق مين توقع وبخ مين ازاي يبقى فيه ناس كعانة الحقيقة كلام اللي انت بتقوله ده مش منطقي طب ما هو سليمان الحكيم دخل بيت ربنا كله عمل الكسوة بتاعته من جواه دهب 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 عمل الاواني من دهب فيه حاجات من نحاس الحقيقة وفيه حاجات من دهب وربنا ما زعلش منه وقال له زي تعمل دهب اللي حرك قلبي سليمان ان ده بيت ربنا ازاي ملك الملوك يبقى بيته فقير واحنا بيوتنا مغشاة يبقى انا بيتي احنا من بيت ربنا احلى حاجة تروح لبيت ربنا واحد ربنا قال لي في قلبه اعمل رخام والتاني قال له روح يودى اخوة الرب والكنيسة عمرها ما هتاخد من فلوس اخوة الرب عشان تغير بلاط ولا تغير السيراميك مش هنعمل كده كل حاجة ليها فند كل حاجة ليها جيب كل حاجة ليها ميزانية بس تقول ايه في ناس كتيرة قوي في الكنيسة بالشكل ده تقع في خطيط الادانة بمرارة وتقول لك اصلا اعز حاجة عندي كنستي واحد اطلع على الفيسبوك ما عجبهوش حاجة في الكنيسة اي حاجة مرة دخل لا ازبالة مقلوبة يروح داقل على الفيسبوك جبكوا كده كهنة مرمرقص جبك كده بابا تودروس دخلت الكنيسة لا ايه صفيحة زبالة مقلوبة اهدى يا حبيبي ورشم الصليب خش يا اخي ماخدعك وتوب يا اخوي بك على خطيات الكنيسة مش نقصة الواحد لما تكون امه حتى فيها عيب بيدارعب امه مش بيفضح امه ففي ناس كده غاوية ايدانا غاوية ايدانا عشان كده المسيح قال زمرنا لكم ونحنا لكم لا حاجبكم ده ولا حاجبكم ده جز الراجل المتقشف الراهب المتقشف يوحن المعمدان قلتوا عليه ده وجيت انا بسيط باكل وبشرب وبقبل عزماتكو قلت علي اكيل وشريب خمر انتو مين اللي يعجبكو؟ مين اللي يعجبكو؟ على رأي البابا شنودة كان اوقات يقول بسبخرية فيه كنايس كده لو جبنا لهم المخائيل يقولك مال ورفاقيل ولو جبنا له الرفاقيل يقولك مستغسر فيه ناس كده ففيه اوقات كتيرة قاب نقع في ايدينا شا مامسى الدين بعض وخدامة الدين بعض كهنة الدين بعض اخر لخبطة ومش هو ده اللي هيبني ربنا ولا ده اللي هيوصلنا للسماء يا حبيبي اللي هيوصلنا للسماء ان كل واحد يدين نفسه على خديته وماليوش دعوه بالله حاوليه يقولك تساب الباية لا خليك انت اجابي مع نفسك الاول ولما تخلص خطاياك تعال بقى لو سمحت وقلنا نعمل ايه ده رد فعل يهوزا لانه كان صارق عارفين انه كان صارق استغسر التلتمية دينار قالك التلتمية دينار ده لما تحطوا في الصندوق انا اشبرأ نفسي بمئتين وطلع مية لو طلبوا مني فلوس هو حد بعدني المسيح اصله مقتميني قوي وحرامي دايما كده الغلطان صوته عالي حاجة غريبة قوي تالت رد فعل احنا قولنا قوي رد فعل مين ماريا ما تعلمنا منه ايه الامتنان والشكر رد التاني فعل رد فعل مين يهوزا تعلمنا منه ايه ان كثير من الادانة بنغلفها بكلام حلو قوي انا قوله لان قلبي عليه ما كنتش قلت عليه كده لا يا اخويا ما تخليش قلبك عليه وما تقولش عليه حاجة خليك في حالك كده بس بصوا جواك انت تالت رد فعل رد فعل الفرسيين رد فعل الفرسيين ايه بقى قالوا راحوا ولقوا ان الناس زحمة في بيت مين العاظر ليه لانهم كانوا يريدوا ان يروا الذي قام يعني واحد كان ميت وما امنا روح نشوف العجوبة دي وكان يؤمن كثيرون بسببه يعني كلهم مشوفوا ده حي بجد ده حي بجد نؤمن بقى بيسوع اللي اقاوم الاموات مش التانيين يؤمنوا ويحطوا في عينهم حصوة ملح عارفين عامل ايه؟ كانوا يدبرون كيف يقتلون العاظر ده طول ما عايش هيخلي الناس تمشوا غرا يسوع طيب ما تفهم يا ابني ما تفهم يا ابني المعجزة ده واحد بقاله اربعة يام وقد انتن يعني تنفخ ورحته طلعت والدود بتادى ياكل فيه وانت جاي تقول احنا نموته انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ومع هذا ده يمثل قطاع كتير قوي 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 ان احنا في كتير قوي قوي بسبب قلبنا الشرير بنعمل زي الكتب والفرسيين نعمل زي الكتب والفرسيين في ايه؟ بدل ما نتعز من عظلين احنا نطبقها بصورة سلبية قديكم مثل يعني انا غني وواحد اغنى مني غني انا غني وهو اغنى مني وبعدين اللي حصل مات هو بقى كان بينفسني يخش معايا في السوق شغالين في تجارة واحدة يعني مثلا انا تجر خشب هو تجر خشب فمعارفين في السوق فيخشف مناقصات ويكسبها وعطاقات ويكسبها فطبعا في غيرة بتاعت البشر دي ان هو اخد الشغل بتاعي وبعدين مات فانا بقى في الجنازة بتاعته احد اوعز الناس على الفكر هو مالتي مليونير وانا مالتي مليونير برضو بس يمكن هو اعلى شوي بس انا غيرا منه ففي وسط الجنازة اقول انت خد ايه معاه ولاده بكرة قبل دفنته يتخنق وعلف خزنته قبل دفنته يتخنق وعلف خزنته ياه هو الكلام ده المين طب ما تقوله نفسك يا اخي ما تقوله نفسك بس اوقات بسبب الشر اللي جواي انا بطبق كلام ربينا على الناس واحد يخش في وحظة او واحدة تخش في وحظة يكون ابونا بيتكلم عن المحبة وتقولي اه لو سلفتي قعدة الكلام ده محتاجة تسمعه يا سلامي مدام انت بتقولي كده وبتحسبيني في نفسك وتقولي يا ريت هتكون موجودة علشان تسمع يبقى انت نفسك من جواكي محتاجة الكلام ده اكتر منها صح؟ عايزة طبقي الكلام عليها يعني الوحاشة اللي في قلبي انا اكتر من الحدث اللي انا اتعلم منه فبدل ما تتعلمه انه في واحد قوم واحد قالوا بتقولي هنعمل ايه نموت اللي قومه سخرية بصراحة اتعلم وافهم لان ده رد فعل سخيف قوي انه قدام الخير اللي بيعمله الله الانسان يدبر شر اخر نقطة عشان ما طولش عليكم الموقف الاخير رد فعل المسيح لما ابتدوا هم يدمدموا يتكلموا يبصوا لبعض وطبعا على فكرة ياهوزة لما قال تلتميد دراه مش اولى من فقرة كتير من التلاميذ وافقوا لان على فكرة هو بيقول لوجيك اللي بيقولوا كلام منطقي مش كده؟ فبتدوا يدمدمون يعني فالمسيح في وسط كل ده ايه اللي بسمعه بقى الستة دي عملت هذا لتكفيني وبقيت الطيب ده هيتحط على جسدي قال الستة دي عملت اللي محدش عمله ده رد فعل مين؟ المسيح كل الناس استسخفتها وسخفت وقلت من عملها قال ده شغل ستة بعاطفة الفلوس دي احنا اولى بيها في المشاريع بتاعت الكنيسة كان في واحدة ستة اللي هرحمة زمان كانت في الجمعة الكبيرة تجيب ورد على حسابها كله بعد كده بقى تقليد وبيجي الورد وكل حاجة بس ستة دي كانت متعادة تجيب الورد تجيب ورد بكميات كبيرة قوي تحط على الشبابيك وتحطه قدام الدفنة وتحطه قدام الصلابوت كل ده ورد ما بالراحة انتو مالكوا فالمسيح ايه؟ يجبر بخاطرة يبقى اخر رد فعل هو اسمه ايه؟ جبر الخواطر كل الناس شايفة ان ستة دي غلطانة مين بقى اللي رفع راسها والمسيح دي كانت شغلته فاكرين المرأة التي امسكت في ذات الفعل كل الناس مسك حجارة مين الوحيد اللي رفع راسها؟ المسيح وسطر عليه فجيه عند مريم كده وقال ايه اللي انتو بتقوله ده؟ اللي عملته ده صح وانا بقول انه صح وعملت كده التكفينه ده يعلمني ان انا ماليش دعوة في النقطة الاولانية ماليش دعوة هي عملت صح وده بيعلمني ان احد ردود الافعال اللي انا ممكن اعملها ان دايما اكبر الخواطر احكي لكم سر على ابونا بشوي بتاعنا على فكرة هو كان شاق قوي اكمل الحكاية ولا كلكم هتطلعوا هنا تدوروا على ابونا بشوي تحكولوا خد افتح لي دي طب انتم متشوائين تعرفوا الحكاية عن ابونا بشوي حتى انتم تحبوا تعرفوا حاجة اي حاجة عن اي ابونا بشوي هو كان اسمه اسكندر المهم راحوا اسكندرية مرة يصيفوا وهو طفل صغير فراحوا يقابلوا مين ابونا بشوي كامل فامامة ابونا بشوي بتقول الابونا ايه بشوي طبعا طفل صغير عنده اربع سنين وكاهن وهو قد كده يعني مش جاب ركبته فبتقول له صليله ربنا ياهدي ده شاقي يعني تعرفين امهات بقى ما بتصدق تلاقي كاهن لازم تشتكي شاقي ومغلبني مثلا يعني قالت له انا معرفش قالت الحايا لكن مثلا عنا عرفنا قالت شاقي مغلبني دي من عندنا يعني فبتقول له ايه ده شاقي ده شاقي ده شاقي فطبعا الاخ اسكندر ده او الولد الطفل اسم اسكندر وش كده وشه صفر وصفط بتشتكيل ابونا ومطلعه ولا حاجه ومطلعه صغير او ابونا بشغر عمل ايه راح موطي عليه وخده اععده على حجره قال له ولا يهمك الشقاوة زكاوة خليك شقا نزل بقى الدنيا مش طيقه شوفوا ابونا في السن ده ولسه فكر القصة دي ان فيه كاهن جبر بخطره قال له الشقاوة والزكاوة ولا الزكاوة شقاوة مش بك قال له اه الشقاوة زكاوة ياريت نتعلم ان احنا نجبر خاطر الناس بكلمة واحدة بكلمة واحدة عارفين مين عمل كده ربنا مع اجية صوفية اللي ما كانش عندها فلوس تبني الكنيسة وقدمت من التبني بتاع مرتبتها بعد ما جابت مية وجابت تبني وفلست قدبت تبني المرتبة اللي بتنام عليها للحيوانات اللي بتشيل الحجارة اللي تبني الكاتدرائية ولما جوم يسموا الكاتدرائية باسم الامبراطور مرة واثنين وثلاثة يتشرخ لوح الحجر في الاخر خالص حد بسيط يشوف رؤية يقول له ربنا عاوز الكنيسة دي تتسمى على اسمه صوفية مين صوفية دي؟ دي واحدة فقيرة معدمة كانت بتأكل البهايم ولما ملقيتش حاجة تأكل بها اللي بهايم فتحت المرتبة وطلعت التبني اللي في المرتبة عشان تأكل البهايم قال دي 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 على مدى التاريخ هيفضل اسم الكنيسة باسمها تعرفين الكنيسة دي بعد الاحتلال العثماني بقت جامع ورأيكم ان الجامع اللي غدا له اسمه اجية صوفية الجامع اسمه اجية صوفية واخد اسم تاني بس كل ناس له علي ايه اجية صوفية يعني شوفوا اللي حصل ولسه اسمها موجود لان ده وعد الهي ربنا بيجبر قلوبنا كلنا اتعودوا انكم بدل ما تكسروا في الناس اجبروا خطرهم ولو بكلمات محبة وسيطة ربنا يدينا ونتعلم ان كل ردود افعالنا تكون على مستوى ردود افعال نقية حلوة لان زي ما اتفقنا نحن بنتحسب على ايه افعالنا وردود افعالنا لالهنا كل مجد وكرامة الان و الى الابد امين